السلام عليكم لبنات مرحبا بكم من جديد معي في قناتكم قناة حلويات أم عبد المغيد حلقة خراكة جميعني بكم وأملنا دائما دائما أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية حلقتنا اليوم منورة كيف العادة منورة بناسها بمتسبعاتها أخواتات وصحابات معارف وجارات اليوم ما غديش نقترح عليكم وصفة علاجية وما غديش نقترح عليكم تدبيرها منزلية إنما غديش تكون الوصفة دينا شربة صحية قد تنفع بالنسبة الناس لعندهم مشكلة للتهابات المفاصل لك يعاني من قلة الزيت من العظم وكذلك الناس لعندهم فقر دم وعندهم مشكل دي الإرهاق والتعب شربة شاملة جاملة ومقادرها سهلة وبسيطة والأهم هي أنها صحية مية في المية حتى بالنسبة الناس لك يعاني من مشكل دي الفقر الدم وحاجة أخرى اللي هي جيد 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 مهمة بالنسبة لهذه الشربة كتجي رائعة والليلة بدون مواد صناعية أو مواد مصرطينة يوا بقي معايا ونتمنى أنا كنت تتبعي معي الحلقة حتى الآخر الناس القدام دار داركم لا ما يحتاج نعرض عليكم أما بالنسبة الناس الجداد داروري داروري ما نفكركم ونرحب بيكم نقول لكم ألف مرحبا والسلاف مرحبا ما عليكم إلا تضغطوا على زر الشراك سبسكرايب تضغطوا على زر أحمر لقدامكم ما تنسوش كذلك الجرس باش متفلتو تا حلقة وما شغل الجرس ديروتو نوتيفيكاسيو أو جميع الإشعارات باش توصلو بجديد الفيديوهات ايوا يبدينا على بركتي الله هناك كيف ما كتشوفه معايا خديد جوج دي البتاطات وهناي البتاطات ما غديش نكترها بزف غدي ناخد غير البتاطات صغر لأنه أصلا كتتعتبر من نشويات ما كتتعتبر شمال خضر والشيء اللي كيخليها أنها أول شيء تزيل في الوزن دينا وحاجة أخرى غير كالتعب وكالترهق البنكرياس بدون فائدة دونك إلا لقيتوا بما أمكان أنكم تاخدوا كيميا قليلة من البتاطات هادي يكون أفضل وأحسن رحبت بالناس الجداد ورحبت بالناس القدام ونسيت الناس لي من جنسيات أخرى ومن دول عربية أخرى واللي كيتابوا الفيديوهات واللي دائما كيتلبوا مني أنه ينتكلم باللغة العربية الفصحة باش يقدروا أنهم يفهموا الوصفات والله يا البنات ما تدروها مني قلة السواب ماشي نسيتكم غير العقل مشغول والبال ما نعاودش لكم في نغادي وفي نساهي خليوها على صدار بي ودعواتكم معنا وهنا كيفما كتشوفوا غادي ناخد جوج ديال برويات أو لا لا تغأ على حسب الحجم ديالهم غادي ننقيهم وحيدي هذا الشحف لأنه كبرزت لو لذا تصار ما تنسيش البرو بأنه مهم ورائع بالنسبة للناس اللي يعانيوا من مشكل هذه الهشاشة ديال العظام وكذلك بالنسبة للغيثات الصغر اللي يعانيوا من مشكل ديال ديال الغزغزة اللي كتكون في العظيمات ديالهم إلا شفتو الشكل دياله كيشبه العظام في الطول يعني صحي بالنسبة للعظام وهيدي كانت آية ديالله سبحانه وتعالى في خلقه كذلك في الكون دياله باش كيعطينا مجموعة مجموعة ديال المعلومات أولى مجموعة ديال العبر لك تخلينا أننا نعرف القدرة ديالله سبحانه وتعالى وكذلك القوة دياله أي حاجة مثلا بحد دبا عندنا الجوز أو لا القرقع كيشبه المخ يعني نافع للمخ هنا يا عندنا الكرافس وعندنا البرو كيشبه العظام وغيرها وغيرها من الفواتيه والخضر وإلا بنتون تكلموا بخصوص هات الموضوع معناكم إلا تخليوه لنفطة عليق ومرحب على الرأس والعين هنا غدي ناخد ثلاثة ديال كغجليطات أولى ديال القريعات ولا تخني فيست خلت أحد صديقتي يالي غدي نقطعها وغدي نضيف كذلك البرو غير هو كيف قلت لكم قطعوها رقاق رقيق 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 وما تاخدو الشرف يعني ما يكونش مع الرقم الداخل ومقصب الشي اللي كيخلينا من اللي كانت حنو الصوبة كيبقوا في هذا الشحف ويبقوا لوليدات ماما دي فيها القصب ماما هدي ديال يعني كيكون شوية متعب بالنسبة لهم ومتيقضروا شي يأكلو هاتشي لاشخدو البرو رقيق هدي نقطع هاتشي كامل كيف كتشوفو ومن بعد غدا نطيف هاد بطاطا وبينو بينكم هنه يقدر تغير بطاطا واحدة الاخرى خليت هالغضاء كوني مره مدبرة واقتصادية مرحلة الموالية كيف ما كتشوفو معايا غادي ناخد البامئة اللي اكيد كنا نخدمنا بها وصفة وبنسبة لناس اللي عندهم ترتقدي العظم وعندهم هديك اللوزوجة او هادا كسيت اللي كيكون ما به العظم قليل كنت عطيتكم وصفة لمكن لكم انكم تستعملوها او لا تعتمدوها كوصفة علاجية مئة في المئة لهذا المشكلة كتزيد الزيت في العظم وإلا بغيتو تشوفوها معلكم إلا تلتحقوا بنا في قناتنا الثانية قناة وصفاتها بالبديل والآشاب مع خنيفيسة ويد خنيفيسة وهنخلي لكم الرابطة ديال الوصفة بصندوق الوصف باش تمشيوا ديركت بلامة تلفوز دزناقي وبلامة تلفوز دروبة غير تضغطو على اللينك اللي كيل تحت اولى رابط اللي كيل تحت وغادي تمشيوا ديركت خارجين نادرين في الوصفة ومعلكم إلا تطبقوها هنا كيف كتشوفو معايا ما غاديش تنقيها بالمرة لأنها اول شي يعني الفائدة ديالها في جلدها اللي برا وكذلك حد المادة اللي لا زيجا غير هي قبل من اللي احتيتها باش غادي تغسل غاديت واحد شيتة اولى واحد الحبيلة اللي كتكون شوية حرشة ومن الافضل الآن الخضرة كاملة كانت لها بشيتة باش نحيد من فوقها هذوك المواد اللي كتكون كيموية اولى هذيك المواد اللي كتكون دوات بها وغاديت شديها غاديت ديرها في الماء وغاديت حاولي أنا كيدي تحكيها من على برا هنا كيف كتشوفو معايا عندي رابعة غاديت نقطعها غير على جوج وهانا سهلت عليك المهمة ما كيل لقشر ولا نقي والفائدة مضبونة كذلك نبقى نقول لكم بنسبة لهذه الوصفة غاديت نفاحتها بالنسبة الناس اللي عندهم مشكلة السمنة أو لعندهم مشكلة الوزن الزائد إلا خذيتوها وإلا استعملتوها صدقوني غاديت نقطعه في الوزن ديالكم ولكن ما تخافوش إلا كنتوا ضعاف غاديت نعطيكم الطريقة لأولى المكو بنتلمك لكم أنكم تضيفوها لها باش تغلادو يعني كيف ما تنقولو وصفة ذات حدين تنفع الناس لغلاد وتنفع الناس لغلاد وتنفع الناس لغلاد كذلك وبالنسبة البامية حاولوا أنكم تاخدوها تكون كبيرة أو لا تكون غلادة باش تلقوا أول شيء كيفاش تنطفوها وفي نفس الوقت كتكون تحتوي على مادة لزيجة كبر من هديك اللي كتكون صغيرة وحاجة أخرى اللي هي جيد مهمة أخدوها تكون خضرة ما اللي يجيبوها دوروا واحد تغشون ديال توب أو لواحد زيف ديال توب وضعوا فيه الفامية وحاولوا أنكم تجمعوها وهكا ودورها في لاجها هكا غا تحتفظوا بها مدة طويلة حسن ما تخليوها في الكارتونة أو لا في البلاستيك أو لا في الصاشي شيء اللي كيخليها أنها تخسر بسرعة ومن بعد يالله ضفت واحد هذا ديال الخص واحدة الربطة ديال الخص تقريبا واحدة الربعة الوريقات ولا خمسة ما تكتريش من الخص عبتاني غير واحدة الربعة الوريقات أو لخمسة كافين نضيف مع صغيرة ديال الكوركم وحنا عارف الفوائد ديال الكوركم أولى ديال الخركم العلاجي بحيث أنه عاجل تهابات المفصل وكذلك كان الضفين الكبير من سموم والشيء اللي زوين 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 فيه هو أنه ما تخليش نهائيا لبرودة أو الروماتيزم وما تنسوش بأنه يقضي على الخلايا الضر أو للك نقول الخلايا السرطانية اللي كتكون في الجسم ديالنا كذلك أنا كيفما كتشف معايا ضفت ملعقة صغيرة من الزنجبيل سكينجبير اللي فوائده كثيرة لا تعد ولا تحصى من بينها منشط للدورة الدموية وفي نفس الوقت معالج الاتهابات للمفصل والحاجة اللي زوين فيه هو أنه ما تخليش نهائيا في الجسم ديالنا وتعد لنا نسبة الكوليسترول الدار اللي كتكون في الجسم يعني كحيدو كهنك من الدهون التولاتية إضافة وعلواتا على المجموعة ديال المنافع دياله بالنسبة للك بيدو والقلب بحيث أنه كينشط الدورة الدموية وكيخلي شيء أنه الشيء اللي كيخلي أن القلب ديالك تتكون دقة دياله عادية وكيخلصك من دقة ديال القلب اللي هي مرتفعة هذي كانت معلومات بين قوسين اللي أكيد خصي ضرور أنكم تعرفوها باش هكا تستفدوا من الوصفات ضفت هنا نصف كأس ديال زيت الزيتون وضفت شوية ديال الإبصار من بعد ما ضفت هذي المكونات كاملين غادي نضيف عليهم تقريبا واحد الكيمياء ديال الماء غير هي واحدة الملاحظة اللي يجيد مهمة لبنات لإناء اللي غادي يطيبوا فيها أولي الجميلة اللي يطيبوا فيها تنجرة اللي يطيبوا فيها الكاسولان اللي يطيبوا فيها أولي الحلة اللي يطيبوا فيها حاولوا أنكم تكونوا واخدينها صغيرة بحيث أنها ما غديش تهزلين كمية كثيرة ديال الماء وفي نفس الوقت الخضرة غادي تكون كاملة مغطيبة الماء ما تنسوش بأنها الخصصة غادي ينزل وغادي يهبط هذي شي ما غادي نقول لكم ما تكتروش لما بزاف باش تجيكم لديدة يمكن لكم أنكم تطيفوا جوج ديال خزوات أو جوج ديال جزارات لهذه الوصفة وأكيد غادي ما غدا تطيب غادي نضيفوا عليها مكونات أخرى اللي غادي تزيدها لديها وبالناء أكثر بالنسبة لوليداتنا من بعد ما طابت كيف ما تفيتوا معايا وحصلت على هذي الشكل ديال الشربة اللي قدامكم غدا نضع نطحن غير بالميكسر ويمكن لكم أنكم تطيروها أو لا تطحنوها بالخلاط الكهربائي غريا من الأفضل إلا بغيتوا هذي جيكم خاطر وتكون عقدة تخليوها تتبرد تماما هذا عودوا تطحنوها الشيء اللي غادي خلي هذي كله الزوجة ديال البامية تلق فيها هذي أول شيء حاجة أخرى المكونات تشرب ما بيناتها وفي نفس الوقت غادي تحاول لكم أو اللي غادي تحافظ لكم على الخلاط الكهربائي ما هذي شيء تحرق بسرعة هذي نقطة اللي هي جيد مهمة نقطة أخرى اللي نبغي نقول لكم حاولوا ما أمكن أنكم إلا كنتوا غادي تستعملوها بالنسبة لوليدات صغر وحنا عارفين لوليدات صغر كيبغيوا طاقة أكثر وكيبغيوا صغرات حرائية أكثر حاولوا ما أمكن أنكم ضيفوا لها مكونات أخرى اللي غادي تزيدها لد أكثر وفي نفس الوقت ستزيدها خطورية أكثر بحيث أنه يمكن لكم أنكم ضيفوا لها كاس ديل الروس اللي غادي يكون عادي يمكن لكم كذلك أنكم ضروا لها ثلاثة قطعة ديل البطاطس عوض قطعة وحدة هناك كيفما درسانية أو لازوش ديل القطعة ويمكن لكم كذلك أنكم من بعد ما توجدوها وطحنوها ضيفوا لها نصف لتر ديل الحليب أو لكيميا ديل الحليب هناك كيفما تشوف خليتها أنا شوية قابت تفرسها وماشي تحنتها تطلموا باش كيبقوا هذوك الأليف أول شي كيشبعونا وشيء آخر من اللي كيكونوا غاديين كيجروا معهم هذيك الدهنيات منذات وخاصة اللي غاز اللي كيكونوا في المسارة الأولى الدهنيات الضر اللي كيكونوا في العريقات يعني وخاصة بالنسبة لديهم مشكلة يد كليلة أو لديهم مشكل ديال المعداء اللي كتكون من في وخب وهنا كيفما تشوفوا معايا ديال أنا خليطها عادية كيوكت ممكن لكم أنكم مضيفوا على شوية الحليب وممكن لكم أنكم مضيفوا عليها كذلك قطعة الفرمج أولى قطعة الفرمج اللي يكون مربع الشاي اللي غادي يزيدها لده أكثر وفي نفس الوقت المفاصلة وبالنسبة لدينا نهاية وصلنا لها لا نتحدث ولكني لديهم بصحة وراحة تصلح الناس اللي غلاد والناس اللي رقاق والناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل وفي نسبة الناس اللي عندهم مشكل ترى سيال الزمن تحب وخصصا الناس لديهم مشكل لزيت خليل رضا او لا اللذي لزيت المادة التحقيق قطعة لما بي العدم ديالهم. فوالا هاد الوصفة غادي تنفعكم بزاف 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 في نسل وقت عدي تكون علاج فعال لكم. وهاد شي كن قولوه لانا تغديدنا او لا صحتنا في تغديدنا. نحاولوا ما امكان اننا نردوا لها البال. نحاولوا ما امكان اننا نتركوا امور اللي احنا يا فغينا عنها. نحاولوا اننا نرجع للطبيعة والاشياء اللي هي صحية مئة في المئة. صدقوني يا وصفة غادي تعجبكم وفي نسل وقت غادي تقولوا مدمنين هلها. خاصة الناس اللي بغاو بغاو يحيضوا الوزن ما بغاو شباته بالجوع. ان شاء الله بإذن الله سوف نختم لكم وصفات اخرى من هاد القبيل اكيد اللي بغاو يفقدوا الوزن بسرعة. اما بالنسبة الناس اللي بغاو يغلادوا. اعطيتكم سر وعطيتكم الاسيوس. بحيث انه كيف قلت لكم اي لازلتوا حبات ديال بطاطس او لاي لازلتوا الروز. غادي يعطيكم ديكوالو غادي يعطيكم سعرات حرارية يكسر لغاو ينكلكم انكم تغلادوا بها. هكا وصلنا النهاية ديال حلقة ديالنا. اما بقى لنا الا ندعوكم. اهلا امي لقافكم في حلقات اخرى وصفات اخرى. ونقول لكم الصحة والراحة ونسأل الشفاء العاجل للجميع.